السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن عادل من قناة انزابوكس. النهاردة هنتكلم عن المميزات المخفية في موبايل شاومي ريت مينوت 11. فتابع مع الفيديو ده الاخر. بس ابل ايه حاجة ما تساقش تعمل لايك للفيديو. تشتراك في القناة. واخد لنا نبدأ على طول. اول ميزة موجودة معنا في شاومي ريت مينوت 11 وهي ميزة صندوق ادوات الفيديو. بنيجي هنا على الضبط بالشكل ده. وبعد كده بنخش على حاجة اسمها الميزات الخاصة. وبنختار صندوق ادوات الفيديو. بتلاقي الخيار دوت عندك غير مفاعل كده بتفعله. وبعد كده بنزل على ادارة تطبيقات الفيديوهات. وبنختار مسلا تطبيق اليوتيوب. بنحدد عليه كده. وبعد كده بنرجع وبندخل على اليوتيوب بالشكل ده. وبنختار مسلا فيديو من اليوتيوب وبنشغله. وبنسحب من الجنب كده هنلاقي ده صندوق ادوات الفيديو. لما بتسحب كده وتختار صندوق ادوات الفيديو ممكن تعمل لقطة شاشة زي ما احنا شايفين كده على الموبايل على طول. وممكن اهم ميزة موجودة في صندوق ادوات الفيديو. وناس كتير بتسأل عليها وهي ازاي تشغل الفيديو على اليوتيوب صوت بس. وتكون قافل شاشة الموبايل. بنفعل الخيار اللي هو موجود تحت ده. زي ما احنا شايفين كده. بس لازم تكون مشغل الفيديو الاول. نشغل الفيديو ده كده مع بعض. وبعد كده بنضغط على الخيار ده. هتلاقي الصوت الفيديو زي ما انتم سمعين كده شغال. زي ما انتم سمعين كده هتلاقي ان الصوت الفيديو شغال والشاشة مقفولة عادي جدا. فالميزة دي مهمة لكل الناس اللي بيع بتحب تقفل اليوتيوب وتشغلوا الصوت بس. تاني ميزة موجودة معنا وهي ميزة النوافذ المنبسقة. بنيجي كده وبنخش على بنلاقي حاجة هنا اسمها النوافذ المنبسقة. بنضغط عليها وبنختار مسلا اه جوجل بلاي زي ما احنا شايفين كده هتلاقي ان هو طلعه لك على الشاشة الرئاسية في نافذة عائمة تتحكم فيها او ممكن تشغل تطبيقين اتنين مع بعض. يعني مسلا خلينا نختار تطبيق تاني مسلا بالشكل ده. لو عايز تشغله هتلاقي ان الاتنين شغالين مع بعض زي ما انتم شايفين كده. لو عايز تلغي خاصية انوافذ المنبسقة ديت بتضغط كده على علامة الزرق وبتسحب لفوق. بتسحب كامرة هتلاقي ان هو اختفى على طول. وبكده تكون اختفت النوافذ المنبسقة من الشاشة الرئاسية. تالي ميزة موجودة على الشاشة الدائمة وبعد كده بنفعله زي ما احنا شايفين وبنختار مسلا الشكل الى احنا شايفين ده عندك اشكال كتير ممكن تختار منها خلينا نختار مسلا الشكل بتاع الص bar ده وبعد كده بنعمل تعيين لما بنيجي نخرج بره وبنقفل الجهاز كده خلينا نفتحه مع بعض هتلاقي ان ظهر الصبارة زي ما احنا شايفين هتلاقي ان هو ظهر لك هنا الساعة والبطارية برضو في الشاشة الدائمة وشاشة الخافلة هنخدش هنا على تأثير الاشعارات هنا زي ما احنا عارفين ان مش موجود لمبة اشعارات في الموبايل فهنا لو عايز تعرف ان فيه اشعار جديد جالك ممكن تختار الاشكال دوت هيعمل وميد مثلا من الكند باللون الاحمر او نبضة ازرق زي ما احنا شايفين كده او ضوء النجوم اللي هو ظهر بلوقتي زي ما انتم شايفين بتختار الحاجة اللي انت عاوزها بتضغط عليها كده على طول وبعد كده بترجع وبتكون اتفعالت عندك على شاشة القفل لما بيجي لك اي الميزة اللي بعد كده وهو النقر مرتين لإيقاظ او اتفاق الشاشة الخيار ده زي ما احنا شايفين كده هنفعله مع بعض لما نيجي نخرج بره لو ضغطنا مرتين بالشكل ده هتلاقي ان الشاشة فتحت معك على طول ولو ضغطنا كمان مرتين هتلاقي ان هو قفل الشاشة بدون اي مشاكل الميزة اللي موجودة معنا برضو في شاشة القفل هنيجي هنا على مكان ساعة شاشة القفل بالشكل ده هتلاقي ان ممكن تختار اي شكل من اشكال الساعات اللي تكون موجودة على شاشة القفل مسلا خلينا نختار الشكل ده وموجود تحتها معلومات المالك على شاشة القفل ممكن تضيف اي معلومات خاصة بيك مسلا تكتب اسمك او رقم تليفونك بحيث ان الموبايل لو ضع وحد مسلا عايز يوصل لك او يديك الموبايل بيتلاقي ان هو مكتوب رقم التليفون على شاشة القفل بحيث ان هو يقدر يوصل لك بكل سهولة. وبعد كده بنعمل حسناً. الميزة اللي موجودة معنا بعد كده وهي بنخش برضه على الاشعارات وبعد كده بنخش على الضبط. بنختار الشاشة الرئيسية. لما بنخش على الشاشة الرئيسية بنختار هنا الشاشة الرئيسية. بتلاقيه انها موجودة بالواتع الكلاسيكي. لأ انا انصحك انك تحط درج التطبيقات ده على أسوال. هنا بيخليلك مسلا كل فئة من التطبيقات مع بعض. يعني مسلا تطبيقات السوشيال ميديا مع بعض. هنا اكتر تطبيقات انت بتستخدمها بتلاقي ان هو حاططها لك في الصف اللي هو اول صف موجود عندك في التطبيقات. خلينا نشوف مع بعض دلوقتي. هنا زي ما انا شايفين كده لو سحبنا الفوق هتلاقي التطبيقات موجودة معك ومنظمة بشكل كامل. يعني مسلا زي ما انت شايفين دلوقتي هو حاطط لقى التطبيقات اللي انا بستخدمها بشكل مستمر هنا في الاول. لو ساحبنا كده من الشمال او اليمين. هنلاقي هنا تطبيقات التواصل. هنا تطبيقات الترفيه. هنا تطبيقات التصوير. هنا التطبيقات اللي هي الضبط والادوات كلها. فهنا بصراحة الدرج التطبيقات اللي في شركة شاومي مميز جدا. فانصحك انك تغير على طول من الوضع الكلاسيكي الوضع مع درج التطبيقات. الميزة اللي موجودة بعد كده وهي ميزة التنقل في النظام. هنا موجودة طبعا الازرار اللي احنا عارفينها اللي هو ازرار الرجوع. هايزين نخليها الاماءات. بنيجي هنا نضغط على الاماءات بالشكل ده. هتلاقي ان ازرار الرجوع اختفت. وباقت شبه الايفون بالضبط. اللي هو تسحب من الجنب كده يرجع. زي ما احنا شايفين. لو عايز ترجع بارة خالص تسحب من تحت الفوق كده. فبصراحة الميزة ديت احسن من ميزة الازرار اللي بتكون وغدا جزء من الشاشة. الميزة اللي موجودة بعد كده وهنا بنخش على الاعدادات بالشكل ده. وبعد كده بنخش على الاعدادات الاضافية. بننزل تحت. بنخش على الاعدادات الاضافية كده. وبعد كده بنخش على اختصارات الاماءات. مسلا هنا في البصمة لو عايز تخلي البصمة تعمل حاجة معينة. بنضغط هنا كده زي ما احنا شايفين. لو عايز تخلي البصمة مسلا تاخد لقطة شاشة زي ما احنا شايفين كده. خنا نمسك الموبايل ووريكم. زي ما احنا شايفين كده لو جيت ضغط على البصمة مرتين بالشكل ده. هتلاقي ان هو خد لقطة شاشة على طول. فهنا الميزة دي كويسة جدا تقدر انك تخصص اي حاجة انت عاوزها. مسلا خلينا نشغل الكاميرا لو ضغطنا مراتين كده هتلاقي ان هو شغل الكاميرا. لو جينا مسلا اخترنا حاجة تانية مسلا الالة الحسبة وضغطنا مراتين هتلاقي ان هو فتح لك الالة الحسبة على طول. الميزة اللي موجودة بعد كده وهي من اهم الميزات اللي موجودة في شركة شاومي وهي قفل التطبيقات من الجهاز نفسه. خلينا نخش على الضبط مع بعض. وبعد كده بنخش على التطبيقات. وبعد كده بنخش على قفل التطبيقات الخيار الاخير ده. وبنضغط على تشغيل. مسلا بنختار هنا اي نمط احنا عايزينه. نختار النمط ده. وبقول لك اعمل النمط تاني كمان مرة. وبعد كده بتعمل التالي. وبعد كده بتعمل ليس الان. هنا بيقول لك لو عايز نضيف حساب المي اللي هو خاص بشاومي. قل له ليس الان دلوقتي. هنا بيقول لك دي التطبيقات اللي هيقفلها. يعمل استخدام قفل التطبيقات. هيقول لك عايز يتحقق ان انت الشخص اللي مالك الموبايل. فبتدخل البصمة بتاعتك زي ما احنا شايفين كده. لما نيجي مسلا نخش دلوقتي على اي تطبيق خلنا نخش على الانستجرام. هتلاقي ان هو قفل التطبيق ولازم تدخل النقش اللي احنا لسه مدخلينه. ممكن تفتحه بالبصمة. هنه نخش على الفيسبوك. زي ما قلنا ممكن تفتحه البصمة او تدخل النقش اللي احنا لسه مدخلينه. هتلاقي ان هو دخل معاك على طول بدون اي مشاكل. الميزة اللي موجودة معنا بعد كده وهي ميزة توسيع الزاكرة او الرام بلاس. زي مسلا لو الموبايل بتاعي اربعة جيجا رام. عايز اخلي الموبايل يبقى ستة جيجا رام. هنعرف الطريقة دي مع بعض. بنخش هنا على الضبط. وبعد كده بنخش على الاعدادات الاضافية. وبعد كده بنخش على توسيع الزاكرة. بنلاقي الخيار دوت اللي هو توسيع الزاكرة. هتلاقيه غير مفاعل بتفعله. وبعد كده بيعملت اعادة تشغيل للموبايل. وبيكدر بيكون عندك اتنين جيجا بايت رام زيادة عن الاربعة جيجا اللي موجود عندك في الموبايل او لو الموبايل ستة جيجا رام بيبقى الموبايل تمانية جيجا رام. حاجة اخيرة ومهمة لازم تفعلها على الموبايل او لما بتفتح الموبايل من العلبة بتلاقي انه الموبايل موجود على وضع الستين هرتز مش وضع التسعين هرتز. بنيجي هنا على الضبط بالشكل ده. وبعد كده بنخش على العرض. وبعد كده بنيجي هنا على معدل التحديث. هتلاقي ان هو موجود على الستين هرتز اللي هو القياسي. بتخليه على وضع التسعين هرتز. عشان تلاقي سلاسة اكتر في الحركة واستخدام الموبايل بشكل عام. الميزة اللي موجودة بعد كده وهي ميزة مركز الاشعارات والتحكم. لو سحبنا الاشعارات بالشكل ده هنلاقي ان دي شكل الاشعارات القديمة بتاعت شركة شاومي عايزين نخير الشكل ده ونخليه الشكل الجديد بنجي هنا على الضبط وبعد كده بنخش على الاشعارات ومركز التحكم وبنختار نمط مركز التحكم بالشكل ده وبنختار الاصدار الجديد زي ما احنا شايفين كده هنيجي نخرج بره ونشوف الشكل تغير للشكل الجديد ولا لا لو سحبنا زي ما احنا شايفين وجينا سحبنا بالجنب كده هنلاقي الاشعارات شكلها انتغير. لو صاحبنا التحدة هتلاقي عندك كل الاضافات موجودة. ففي صراحة مركز الاشعارات الجديد احسن من القديم. هنا لو صاحبنا كده هتلاقي هنا موجود الاشعارات او اللي بي تجي لك. بس ده كان كل حاجة موجودة معنا في مميزات المخفية في الشاومي ريدمي نوت ريفن. ان شاء الله ممكن نعمل جزء تاني لو لقينا تفاعل على الفيديو دوت. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتعالى زر الجرس انه وصلت كل جديد. راح تتصبصر عن اي حاجة اكتبها في الكومنت وان شاء الله هرد عليك اول باول. ما شوكوا في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.